حتى منظمات الإغاثة الإنسانية في العراق لم تسلم من الاستهداف سواء من قبل القوات الحكومية أو الميليشيات التابعة لها جديد ذلك اتهام منظمة هيومن رايس ووتش مجلس محافظة نينوى بتهديد واعتقال العاملين في مجال الإغاثة إذ أكدت المنظمة الدولية أن السلطات في محافظة نينوى تهدد العاملين في مجال الإغاثة وتعتقلهم في بعض الأحيان بتهم مزيفة تتعلق بالإرهاب كذلك بيّنت المنظمة أن الممارسات الحكومية بحق العاملين في قطاع الإغاثة الإنسانية الذين تتهمهم أحيانا بالعلاقة بتنظيم الدولة أثرت سلبا على عمل هؤلاء وأدائهم مهامهم الإنسانية وبالتالي تراجع عمل منظمات الإغاثة التي أجبرتها السلطات الحكومية كذلك في الكثير من الأحيان على عدم تقديم المساعدات والخدمات للعائلات الفقيرة المحتاجة بذريعة علاقتها بتنظيم الدولة هيومن رايس ووتش ذهبت أبعد في توثيق اتهاماتها حيث أكدت أنها تحدثت مع شخصين كان يوثقان مضايقات واعتداءات جسدية من قبل مسؤولين حكوميين على موظفين عاملين في مجال الإغاثة الإنسانية وقال المصدران للمنظمة إنهما وثقا ما لا يقل عن 22 حادثة في نينوى منذ شهر كانون الثاني عام 2018 وحوادث في المحافظات الأخرى تراوحت بين الترهيب والاعتقال والاعتداء والسطو وحوادث إطلاق للرصاص الحي اتهامات هيومن رايس ووتش للسلطات الحكومية دعمتها تصريحات مديرة قسم الشرق الأوسط بالمنظمة لما فقيه التي قالت إن عمال الإغاثة في مدينة الموصل وأزاء أخرى من محافظة نينوى يواجهون تهما لا أساس لها بانتمائهم لتنظيم الدولة ويتعرضون نتيجة هذه التهم للاعتقال فقيه ربطت كذلك بين الاتهامات التي وجهتها للحكومة والفساد الكبير الذي يتجدر فيها معتبرة توجيه الحكومة الاتهامات لعمال الإغاثة محاولة منها لدفع منظمات الإغاثة لتحويل المساعدات لما وصفتها بالسلطات المحلية الفاسدة أو للتوقف عن تقديم المساعدة لبعض العائلات المحتاجة المتهمة بوجود أقارب لها في التنظيم